بدوره أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطاني بلينكين عن مساعدات إضافية لقطاع غزة بقيمة 404 ملايين دولار إلى جانب مليار و 800 ألف دولار للدعم الاقتصادي والتمكين في فلسطين وأكد بلينكين أنه على إسرائيل أن تتخذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين اليوم أنا أعلن 404 مليون دولار مزيد من هذا الدعم بالإضافة إلى أكثر من 1.8 مليار دولار للدعم الاقتصادي والتمكين في فلسطين ثانيا لنعمل مع بعضنا البعض لنتأكد من إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة ومجرد أن تصل إلى غزة أن تصل إلى الشعب وإلى المواطنين سواء كانت بحرا أو جوا أو عبر الأراضي هذه مسؤولية بالنسبة لنا جميعا أن نتأخذ الخطوات لتأمين وتدليل العقبات حول وصول المساعدات